لم يدع كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي مجالا للشك في أن التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود المائية والاقتصادية بين إسرائيل ولبنان على أرضية الوساطة الأمريكية بات وشيكا خلال نهاية الأسبوع تم في لبنان وإسرائيل قبول مقترح الوسيط الأمريكي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين نجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة حيث لا يمكن الترحب بنتيجة نهائية بعد في المعلومات الراشحة عن المسودة الأمريكية خط 23 يتخذ للترسيم مع تعديلات قرب الساحل حقل كاريش يبقى بيد إسرائيل ويصبح حق القانة لبنانيا ثلث حق القانة سيقع في المياه الاقتصادية الإسرائيلية مقابل تعويض مالي في المستقبل لإسرائيل يسمح للبنان بقامة حق الغاز إضافي على بعد خمسة كيلومترات من كاريش رضخ يائر لبيد بشكل مخجل لتهديدات نصر الله إنه يمنح حزب الله أرضاً ذات سيادة لدولة إسرائيل مع حق الغاز ضخم يخصكم مواطني إسرائيل يفعل ذلك بدون مناقشة في الكنسة وبدون استفتاء وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن اللبنانيين يحتاجون خمسة سنوات تقريباً لبدء استخراج الغاز من حقولهم وتتطلع إسرائيل من الناحية الاستراتيجية إلى الاتفاق المحتمل باعتباره ضمانة أمنية واقتصادية تخلق معادلة ردع يتجنب فيها كل طرف استهداف حقول الطرف الآخر اتفاق ترسيم الحدود المائية والاقتصادية بين إسرائيل ولبنان قد ينزز قريباً وفي حال اجتاز صعوبات القانونية في إسرائيل فإنه قد يحيد ساحة استراتيجية كبرى للمواجهة بين إسرائيل وحزب الله لتبقى مزارع شبعة وبعض الجيوب الحدودية مسرحاً للتوتر على جبهة لبنان زياد حلبي العربية القدس الغربية ترجمة نانسي قنقر